إلى ذلك يتوالى وصول القادة وزعماء المشاركين في القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين بمدينة بالي الإندونيسية وعلى مدار يومين يناقش قادة وزعماء الدول العضاء العديد من الملفات وسط تحديات صعبة لكن يضغى ملف التعافي الاقتصادي العالمي على جدول أعمال القمة إلى جانب تداعيات الأزمة بأوكرانيا والتحول الرقمي وأزمة التغير المناخية في قمة تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم تبرز محاور ثلاثة هي أساس مباحثات تجرى في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا الدول المجتمعة تناقش ملفات هندسة الصحة العالمية والانتقال المستدام للطاقة والتحول الرقمي ومن خلال هذه الركائز تسعى اندونيسيا التي ترأس قمة مجموعة العشرين إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمثل مجموعة العشرين وفق بيانات عام 2021 حوالي ثلثي سكان العالم وخمسة وثمانين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من خمسة وسبعين في المئة من التجارة العالمية وعلى الرغم من الطابع الاقتصادي للقمة فإن التحولات والأزمات السياسية تفرض نفسها على مجريات القمة واجتماعاتها الهامشية وقد تكون هذا العام هي الأكثر توترا فخلال اجتماع الخارجية التحضيري للقمة رفضت الدول الغربية أخذ صور جماعية وحضور حفل الاستقبال في ظل وجود وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف يأتي هذا بينما دعت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى إصال رسالة سلام خلال القمة ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد روسيا من خلال وزارة خارجيتها قالت إنها تأمل في أن تساهم القمة في إقامة عالم متعدد الأقطاب وهو مصطلح يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كثير من الأحيان لانتقاد ما يقوله إنه هيمنة غربية على الشؤون العالمية